العرض والتشويق الاول تبع نزل معنا ونزل معنا كشف جديد عن شكل اللي لاحيكون الو ولاحيكون الو اتنين شكل بالنسبة للسكن ولكن الاشياء التانية اللي انتم ما بتعرفوه انه لاحيكون في بطولة رائعة جدا لسكن نيمار لاح تجي معنا الايام القادمة احكي لكم عليها ولاح تكون ان شاء الله الجائزة اللي هي عزكم الله اللي هو البوت طبعا نيمار هذا اللي ظاهر امامكم ما بعرف شو بيتسمى ولكن هذا الشوز او البوت او اي شي كان عزكم الله لاحيكون الهدية للاعبين فورتنايت فكم المقطع الاخر لتعرف معلومات مهمة عن سكن نيمار وكيف تدير تشارك بالنسبة للبطولة الجديدة وتحصل هذا الشي عزكم بالله لزاهر امامكم فهلا والله بسكن الطابة الارضية وفيديو جديد. كون الدعم بالايتم شوب نيمو تسعة لزاهر امامكم بتشكركم عدام فيه ويلي حابب يستخدمه يستخدمه يلي مو مستخدمه يحطه لانه قيل اربة عشر يوم بنقامل كود زاهر امامكم بتشكركم عدام فيه. متل ما شفتوا اعلان تشويقي تبع سكن نيماري نزل على اليوتيوب والسوشال ميديا بشكل عام هاد الاعلان اللي اعلنوا عنه عن شكل سكن نيمار بشكل كامل واللي استعلان اللي حيكونوا مع سكن نيمار ولحيكون ان شاء الله متوافر معنا يوم سبعة وعشرين ابريل لحنبلش بالتحديات فأنا لححكي لك عن نزام التحديات طبعا مشان تكون جاهز وفعل زر الجرس مشان يوصلك كل جديد وحط لايك عالمقطع طبعا. بعد ما شفنا الاعلان تشويقي ما شفنا غير شكل ولكن اللي ظاهر امامكم لحيكونوا الهدايا الخرافية اللي قادمة معنا من شركة فورتنايت. الهدايا يا شباب اللي هي اللي حتكون معنا كل شخص بيملك البتل باس لحيقدر يحصل هدول هدايا لحيحصل باتنين ستايل وغلايدر باتنين ستايل واتنين باك بلينك ولحيحصل لودنك سكرين. لكل شخص بيملك البتل باس لحيقدر يحصل لحيقدر يحصل هدول الجوائز. ولكن بالنسبة للجوائز خلينا مع بعض ننتقل للعبة فورتنايت وندخل عقائمة البتل باس بتلاقي قائمة البتل باس اشارة الاستفهام او طبعا لما تلاقي اشارة الاستفهام هاي تدخل عليها بيكتب لك فوق نيمار يعني هاي القائمة الخاصة باللسكن السري تبع الموسم السادس لهذا الشكل. طبعا اول شي لحيكون معنا اللهدية اللي هي باسم التوي او اللعبة لحد هلأ هاي اللهدية مو معروف شو هي. انا عم بشرح لكم النظام ان شاء الله لما تنزل التحديات ان شاء الله بعد يومين يعني يوم ستة وعشرين بتكونوا جاهزين بالنسبة للتحديات اللي هيشرحها عندي طبعا بالقناة. طبعا اول شي لحيكون معنا التوي او اللعبة ما لحد هلأ مو معروف شو هي ولح تكون من نوع اللي هي من لون بنفسج اللي حتكون شوي نادرة. وطبعا بعض مننا اللي احنا اخد اللي زاهر امامك على اليمين بالصورة هاي. هاي اللي احنا اخذها بهاي المركز هون. والشي من التحديات السرية لحيكون معنا اللي بشكل رسمي اللي اعلنوا عنو اللي هو هاد ما حيكون شكله طبعا. وبعد من لحيكون عنا اللي زاهرة امامك بالصورة هادول تسربوا من داخل ملفات اللعبة والشركة ما قلّنت عليهم بالاعلام. هتكون عبارة عن quantidade كرة ولونة ذهبية بشكل عام على ليون اللي هيكون. الاتنين اللي هيكونوا باللون الذهبي والاتنين اللي هيكونوا باسم الباك وبعد البلنك هيجي معنا شي اسم هدو يا شباب بيكون باسم البيكاكس او قلت الحصاب. هذا لح يكون البيكاكس تبع نيمار لهذا الموسم. متل مزاهر امامك البيكاكس اللي باللون الاصفر واللون الاحمر بالصورة المسربة. لح يكون هدا هو البيكاكس تبع سكن نيمار. لح يكون له اتنين ولاح يكون بهاي الخانة رقم خمسة. وبعد منا بهاي الخانة اللي هي الخانة السادسة لح يكون معنا ستايل لنيمار. طبعا بالنسبة للاستايلات يا شباب لح يكون معنا اتنين ستايل لنيمار. الستايل الاول اللي هو اللي هيكون باللون الاسود Temじゃle اسود ازافر الى الصفر اماكن كان اليمين flow版 الستايل التاني اللي هي هيزيل حاجم بتحول من هذا السكين العادي الطبيعي مثل بيلبس روبوت اني كان حاجم امامكم و كما انظر الى طبعا هي الخانة اللي هيكون فيها style التاني ممكن نكون الاسود ايه Orion هو بتد And comfort وبعدا منا يا شباب هيكون معنى blastergan الليعبهيف بلا اعودة هلأ ولا اعودة بهاك فى المقطع الشرhes isıbra hay얼로 ايموت فى Soul الايكون يا شباب ما بيجي رأسه. بيجي عبارة عن لوغو بيطلعوا من ايده اللاعب. ورجيكن يا عندي بلوكر شلو ليح يكون شكله. تدخل مسلا لهون ليح يكون شبيه لهالقصص هاي الموجودة معنا. ولكن ليح يكون خاص بنيمار. هل ممكن يكون كرة هل ممكن يكون شي شغلة ما حدا بيعرف. ولكن هدا هو الايموت ايكون الناس اللي ما بتعرفوا. وبنرجع لهايي الخانة اللي مكتوب عليها ايموت باللون الرير طبعا هي الاموت يا شباب اللي حتكون رأسه لنيمار. ولكن لحد هلا الناس عم تحكي بالتسريبات انه هادا الايموت ما هيكون رأسة مسلا منفصلة او حركة حلوة او شي هادا الايموت لحيكون يا شباب متل تبعات سكن ثور او متل تبع ايرون مار وتبعات مارفل بشكل عام بالسيزيونات الماضية لحيكون معنا ايموت بيحولك من سكن عالي تبعني مار للسكن اللي زاهر امامكن اللي هو هاد طبعا متل ما شفته بالاعلان عم متحول من سكن عادي لسكن االي او لابس مدلة االية هادا هو لحيكون معنا الايموت لانه باللون الرير وما هيكون معنا غير هادا الايموت اللي شفناه وظهر معنا بالتسريبات وطبعا ما قبل الاخير لحيكون معنا اللي جلايدر اللي زاهرها امامك لحيكون معنا بهذا الشكل لحيكون الى اتنين ستايل لحيكون معنا الستايل الاصفر ولحيكون معنا الستايل الاحمر هدول هنم بالنسبة للستايلين لحيكونوا للجلايدر والجلايدر لحيكون الى تحدي خصوصي انك انت تفتحه بتفتح معك الستايلين بشكل طبيعي واخر تحدي لحيكون معنا الاسكن نيمار اللي هو لحيكون عن style epic. بالحد هلا مو معروف اني واحد من بيناتهم. هاي كل شي styleات معكم. ممكن يكون الاستايل الاحمر طبع البدلة الالية اللي بيعطيك اخر style اللي هو الاستايل الابك. للصراحة انا شايف اسكن نيمار رائع جدا واحلى شي فيه الاستايل اللي هو لونه اسود اللي زائر امامكم عاليمين. للصراحة الاستايل خارق جدا وباللون الاسود حلو جدا وراي. طيب بالنسبة للتحديات يا نيمي وانت رحينزل? التحديات رحينزلوا متل ما حكينا يوم 26 ورح يكون بعض يومين من تسجيل هذا المخطر ورح يفتحوا كل آياتهم دفعة واحدة يعني بدي دياك تكون انت جاهز وفاعل زر الجرس لانه ان شاء الله رح نزل لان التحديات اول ما تفتح يوم 26 ان شاء الله متل ما وردكم وراح يفتحوا كل آياتهم دفعة واحدة ولح نساويهم دفعة واحدة بفيديو واحد ونخلص منهم تحديات نيمار وبالنسبة للخبر اخير اللي حيكون معنا عن بطولة نيمار بطولة نيمار ان شاء الله لح تكون يوم 28 ابريل يعني بهذا الشهر يوم 28 يعني بعد يومين من فتح تحديات سكن نيمار وبعد اربع تيام من تسجيل هذا المقطع لح تكون البطولة يا شباب باسم نيمار كوب لح تكون هاي البطولة على شي مقدم خارق جدا الصراحة ورائع جدا يلي هو الشوز تبع نيمار عسكم الله اللي مكتوبة عليه فورتنايت وعليه شعار نيمار الرسمي ولح يكون ان شاء الله هذا البوت او الشوز يعني لح يكون بشكل رسمي ولح يكون قصلي ما هيكون يعني طبعا صيني يعني انتم بتعرفو ولو حابب انت تشارك بهاي البطولة استننا ان شاء الله لنزل مقطع اشرح لك البطولة بشكل كامل وكيف لح يكون النظام والدول اللي انت بتقدر تشارك فيها لانه هيك بطولات لح تكون على جوائز متل هاي في بعض الدول بيستسنوها وفي بعض الدول بتقدر تشارك وما بتقدر تشارك باستنى انت تفعل زر الجرس ليوصلك المقطع وتعرف اين تل بطولة والبطولة اللي حد هلأ مو معروف هل لح تكون دو او لح تكون سكواد او سولو وهي الجائزة اللي ظهر امامكم اللي ح هتكون تبع هاي البطولة وبالنسبة هيك نكون حكينا كل شي عن سكن ديماري اللي نزده اليوم والتسريبات معنا والاخبار اللي جديدة. هتأكد انك انت حاطت لايك وفعل زر الجرس ومستخدم كود دعم بالاتوم شوب نيموتسعة لو حابب يوصلك كل جديد مشعل تعرف البطولة والتحديات اي متى. شكرا لك لو وصلت لهون وبرعاية الله. اشتركوا في القناة